مثلاً كائنات في البعد الرابع أو كائنات في العالم المنظور وكائنات مش في العالم المنظور طب يعني إيه؟ طب ليه مثلاً مسيخ الدجال بقاله فترة بيرسخ على الأرض الطاقة السليبة ده موضوع مهم جداً هو ليه بيرسخ على الأرض الطاقة السليبة؟ لأن كل الشياطين بقى اللي هي العلوية والسفلية دي ما تنفعش تطلع حالياً إلا لما يتم دفع التوازن اللي هو على الأرض دو ويتم ترسيخ الطاقة السليبة بقدر الإمكان لأنه هي مهمة لتواجدها طاقة السليبة مهمة لتواجد هذه الكائنات هي قريدي الحرب دا يرحلين بس عشان تيجي بقى الحاجات التقيلة عايزين إيه ترسيخ للطاقة السليبة على الأرض نقطة دي نتكلم فيها فعشان كده عايزين نعمل إيه مدخل سريع أو نبزع في علوم الطاقة وليه هما بيعملوا الأبراج الطويلة دلوقتي مثلا في أماكن محددة ليه بيرسخوا الطاقة السلبية عشان بعد كلمة تفتح احنا قلنا في الحالة الفتت أن البر المعمول في مكة المكرمة اللي هو أعلى برد في العالم ناس طبعا تعترض عن الحكاية لا ما يعترضوا هما ما يعترضوا وهي واحدة مقدسة اللي بناه اللي يسأل عن هذا الكلام اللي بناه يسأل عن هذا الكلام اللي هما حجرته نعمل ساعة تتشاف من كل حتة إنما هذا البر يعني مكة المكرمة أكبر مكان للطاقة الإجابية في العالم أحطه أدامه أكبر مكان للطاقة السلبية وعلى فكرة عايزة نبه حضرك لحاجة كان في حاجة غريبة جدا يعني هجبها لحضرك برضو المرة الجاية إن كان في فريت مارينس الفترة اللي فاتت لها عملية وتكشفت واعتذر عندناها بنيتا كانت فريت مارينس بتتضرب على حرب في مكة وهدمت كعبة الشريف وهم على فكرة عايزة لكم حاجة يعني عايزة أقول لحاجة كان لهم تدريب والتدريب ده تصرب والناس أنا لما نشرت الموضوع ده ناس كذبت وكذا وبعدين طلع بقى بنيتا مع قائد الأركان بتاع الجيش واعتذروا عن هذه العملية واعتبروها إن هي يعني ما كانش مقصود منها حاجة وإنها وصمة سيئة وكذا وكذا والعملية دي مقصودة وعلى فكرة لما نبتلك نتكلم على مخططهم من الحرب العالمية التالتة هنتكلم في الموضوع ده إن شاء الله بإذن الله بس هي النقطة طبعا مكة من أكبر النقاط الدوامية على الأرض من أكبر النقاط أو ننكلم يعني نقاط دوامية أو الفورتكس بوينت أو المصفوفة الربانية على الأرض ويهمهم جدا لأن مكة من أكبر نقاط البعيسة للطاقة الإيجابية يهمهم جدا طبعا إن دي تنبصر أو تحجب أو يلعب فيها هبتدي يعني نقول إيه من الأول نرجع مثلا لخلق ابن إدم بني إدم أو خلق آدم في الجنة يعني فيه بسرعة كده مثلا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام إن هو قبل موضوع السجود اللي هو السجود وكان السجود ده سجود تكريم لخلق الله مش سجود عبادة يعني فالشيطان يعني فيه في الحديث إن هو لما جعل ينظر إلى ابن إدم فلما رأاه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك معناها إيه أجوف يعني ده في الحديث صحيح معناها إنه هو إيه أجوف إنه له مسارات داخلية له مسارات داخلية يمكن للشيطان أن يعبرها هو طبعا قبل قبل موضوع رفضه للسجود ما كانش شيطان أوكي هو كان اسمه عزازيل وكان هو هو ليس أبو الجن ولا حاجة هو أبوهم اسمه سميم وكان لهم أنبياءهم وكان لهم حروب ممكن نبقى نتكلم على الكائنات اللي كانت موجودة على الأرض قبل خلق إدم لكن هي النقطة إنه هو طبعا سمي إبليس بعد إيه ما رد أمر الله لكن هو بيرد أمر الله يعني إحنا المتأمل كلنا حافظين طبعا الجزء ده من القرآن الكريم وكده لكن حتى هو بيرد أمر الله قال إيه معرفش يقسم إلا بالله نقول فبع ذاتك لأغوية إنهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين فلازم نتمسك بالنقطة دي إنه مهما حصل تملك لتقنيات إحنا دخلين على مرحلة هتكون صعبة جدا ويكون اللي هو المتمسك بإيمانه وبوعيه والإيمانه السليم مش الإيمان اللي هو الحركة إن الواحد مثلا إيه يصلي في حركة ميكانيكية ولا كذا ولا كذا ليه؟ لأن ده على الأقل هو أكبر أسلحة المقاومة لنا لأن هذه الإيمانيات بعثة للطاقة الإيجابية اللي ممكن تضاد دخول الطاقة السلبية لنا ودخول تقنيات السيطرة على المخ لنا لو تمسكت بوعيك وتمسكت بإيمانياتك ودي حقيقة وحقيقة مش يعني حقيقة دللها العلم مش حقيقة روحانية بس دي حقيقة دللها العلم إزاي؟ إحنا قلنا الإنسان فيه مسارات طاقة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول إيه؟ كل هو الله واحد الله الصمد الناس كتير فصرت كلمة الصمد بس كلمة الصمد هي أنه رجد لا يوجد له هو الذات العليا الوحيدة التي لا يوجد لها مسارات ولا يمكن اخترق ذات الله تعالى